اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ألحقت موجة الصدمة أضراراً بألاف المباني وأصابت 1500 شخص بجروح ما يجعل حادثة تشيليابينسك محرجة نوعاً ما هو أنه في نفس اليوم تنبأ العلماء بأن كويكباً قد يمر بالقرب من الأرض وكانوا على حق فبعد 16 ساعة مر كويكب مماثل بالحجم يعرف باسم دويندي على بعد 27 ألف كيلومتر من سطح الأرض وهذا أقرب من الأقمار الصناعية في المدار المتزامن مع الأرض لقد أصابوا في تنبؤ هذا المرور الوشيك إلا أنهم لم يكتشفوا مطلقاً الكويكب الآخر الذي انفجر فوق روسيا والحقيقة هي أن هذا يحدث طوال الوقت نحن حقاً لسنا بارعين في اكتشاف الكويكبات قبل أن تضرب كوكبنا منذ عام 1988 استضم أكثر من 1200 كويكب أكبر من النيازك بالأرض وتنبأنا بخمسة من بينها فقط وذلك قبل يوم من سقوطها كحد أقصى رغم كل التكنولوجيا التي نملكها وجميع التليسكوبات المنتشرة على الأرض ناهيكم عن تلك الموجودة في الفضاء لما نواجه صعوبة في اكتشاف الكويكبات الخطرة قبل أن تضرب الأرض كم يبلغ احتمال أن يضرب كويكب كبير كوكب الأرض ويمحو معظمه إن لم يكن كل الحياة على الأرض وإن تنبأنا بتوجه واحد نحو الأرض فماذا قد نفعل حياله؟ الكويكبات عبارة عن الحطام الذي تبقى بعد تشكل نظامنا الشمسي قبل أربعة مليارات ونصف مليار سنة تجمعت الصخور مع الغبار في كواكب مذابة فتراكمت العناصر الثقيلة والمعادن كالحديد والنيكل والإيريديوم في المركز وبقيت معادن السيليكات الأخف على السطح بعض هذه الكواكب الأولية قد نمت لتصبح الكواكب التي نعرفها اليوم بينما اصطدم جزء كبير منها ببعضه البعض وتجزأ إلى قطع استمرت هذه القطع بالدوران حول الشمس والاستضام ببعضها والتجزء إلى شظايا أصغر تدعى كويكبات وهذا ما يجعل بعضها صخريا أو عبارة عن تكتلات طليقة من الصخور بحجم الحصى تسمى أكوام الأنقاض ويجعل البعض الآخر المؤلف في معظمه من نوى الكواكب معدنيا هذا نيزك حديدي وهو أساسا جزء من نواة جسم كوكبي صغير أو بالأحرى كوكب صغير تشكل قبل أربعة مليارات وخمسمائة مليون سنة وتبين أن المواد الأساسية سقطت منه ومن ثم تجزأ بفعل استضامه بكويكب آخر هذا أقدم شيء يمكن أن تروه على الإطلاق تملك معظم الكويكبات مدارات مستقرة بين المريخ والمشتري في حزام الكويكبات الرئيسي لكن بعضها اقترب من الأرض وأصبح يعرف باسم الأجرام القريبة من الأرض وهو ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا بسبب التهديد الذي يشكله اعتبر ستيفن هوكينغ في كتابه الأخير أن ارتطام كويكب يشكل أكبر تهديد للحياة على الأرض ولكن العثور على الكويكبات أمر صعب لأسباب عدة يتم رصد معظمها بواسطة تيليسكوب أرضي ما تفعله هو أنك تأخذ سلسلة من الصور 1, 2, 3, 4 وتبحث فيها عن نقطة تتحرك وهي تتحرك لأنها تدور حول الشمس بينما الأشياء البعيدة كالنجوم والمجرات ليست كذلك ولكن عليك أن تنظر بعناية الكويكبات ليست كبيرة جدا ويتراوح حجمها بين أمتار وصولا إلى كيلومترات فلا تبرز في الفضاء الشاسع وحتى الصغيرة منها يمكن أن تسبب أضرارا فقد كان قطر نيزاك تشيليابينسك يبلغ حوالى 20 مترا فقط أي كعرض حافلتين مدرسيتين بالإضافة إلى أن الكويكبات خشنة وقاتمة اللون فلا تعكس سوى حوالى 15% من الضوء الذي تتلقاه أفضل فرصة لنا لرؤيتها هي عندما تكون مضاءة تماما من الشمس لذا أكثر من 85% من الكويكبات القريبة من الأرض المكتشفة كانت على زاوية 45 درجة من السماء مقابل الشمس مباشرة وهذا ما يسمى بتصاعد المعارضة وهو يدل على احتمال وجود عدد أكبر من الكويكبات الخطيرة القريبة من الأرض لم يتم اكتشافها لا يمكننا رؤية أي كويكب يتجه إلى الأرض من ناحية الشمس وهذا تماما ما حدث في تشيليابينسك حتى الآن اكتشفنا مليون كويكب وصنفناه والغالبية العظمى من هذه الكويكبات موجودة في حزام الكويكبات الرئيسي لكن 24 ألفا منها عبارة عن أجرام قريبة من الأرض وهي التي يجب أن نراقبها عن كثب لأننا حتى عندما نكتشف كويكبا من الصعب معرفة ما إن كان سيرتطم بالأرض إذا كنت باكتشاف جرم ما والبيانات التي جمعتها عنه لا تتجاوز بضعة أيام لا يمكنك حينها معرفة أين سيذهب لأنك تحاول أن تأخذ قوس الحركة هذا وتتنبأ باتجاهه في المستقبل أنت بحاجة إلى مراقبته على مدى سنوات طويلة ولكن حتى لو كان رصدك للكويكب مثليا هناك حد لمدى توقعاتك المستقبلية وذلك لوجود بعض التأثيرات وأحدها هو أنه لا يدور حول الشمس من دون تأثير آخر تتمتع جميع الكواكب جاذبية وجميع الكواكب تسحب الكويكبات القريبة من الأرض باتجاهها ويمكن أن تغير مدارها بشكل كبير لذا هناك ما يسمى الفوضى الديناميكية وهي تعني أنه بعد فترة معينة من الزمن لن تستطيع معرفة مكان الكويكب وعمليا هذا يعني أننا لن نستطيع القيام بأي عمل يمتد لأكثر من مائة سنة في المستقبل الحد الأقصى للوقت الذي يمكنك التنبؤ فيه بدقة بمكان وجود جسم ما هو تقريبا مائة سنة وهذا مهم جدا لأننا نعرف على وجه اليقين أنه إذا ارتطم جسم بالأرض فالنتائج ستكون كارثية هذه فوهة بارينجر في أريزونا وسميت على اسم مهندس التعدين دانيل بارينجر الذي كان أول من اقترح أنها تشكلت جراء ارتطام نيزك كان الرأي السائد حتى خمسينيات القرن العشرين هو أنها ناجمة عن نشاط بركاني ولكن بارينجر كان مقتنعا أنها موقع ارتطام نيزك حديدي لذا عام 1903 قدم طلب تعدين وبدأ بالحفر للعثور على النيزك المعدني الذي كان يعتقد أنه يساوي أكثر من مليار دولار عام 1903 المال يحفز الناس صحيح لذا فكروا في أن بإمكانهم الحصول على بعض الحديد مجانا لذا بدأوا بالحفر في قاع الفوهة ولم يجدوا شيئا ثم بدأوا بالقيام بعمليات استكشافية أخرى واستمر هذا لسنوات وعقود ثم بدأوا بالحفر جانبيا إلى أن قال أحدهم ربما سقط الكواكب أفقيا وكان محقا وربما الحديد ليس تحت منتصف الفوهة بل هناك تحت الجدار لذا بدأ بالحفر إن ذهبتم إلى هناك سترون عمليات الحفر الآن حفر حول الجدار ولم يجد شيئا ما لم يدركوه هو أنه عند حصول استضام بسرعة عالية فهذا لا يشبه أن ترمي حجرا على جدار من الطوب فيحدث ثقبا ويعلق الحجر في الجدار أو يرتد عنه بل يحدث الاستضام أثرا متفجرا إذ تبلغ الطاقة الحركية للقظيفة ربما 30 كم في الثانية وبالتالي فإن الطاقة الحركية للقظيفة كانت كبيرة بما يكفي لتبخير القظيفة بالكامل وتحويلها إلى غاز فائق السخونة وفائق الضغط فانفجر مسببا انفجار الفوهة ولم يظهر أثر للجسم المتساقط بعد الاستضام قد تفقى القطع الصغير لكن هذا الجسم البالغ حجمه 50 مترا قد انمحى تماما كان يبحث عن شيء غير موجود أنضى 27 عاما في تنقيب الحفرة ووصل إلى عمق يتجاوز الأربعمائة متر لكن ما كان يبحث عنه قد تبخر بفعل ارتطام حدث قبل 50 ألف سنة الكويكيب الذي كان يبلغ حجمه 50 مترا والذي لم يكن أكبر بكثير من نيزك تشيليابينسك أطلق طاقة تعادل 10 ميجا تون من المتفجرات أي أكثر من طاقة قنبلة هيروشيما ب600 مرة لهذا السبب فإن أثر هذا النيزك يشبه أثر انفجار نووي كبير جدا هذا هو الحجم الفعلي لجمجمة ديناصور تيريكس فكرت أنه سيكون من الرائع الحصول عليها لذا اشتريت تيريكس قضي على الديناصورات بفعل ارتطام كويكيب يبلغ حجمه 10 كيلومترات ضرب الأرض قبل حوالى 65 مليون سنة حين يكون حجم الكويكيب فوق حجم الحرش الذي يساوي على الأرجح بضعة كيلومترات يولد اصطدامه طاقة ذات تأثير عالمي ويطلق مجموعة كبيرة من الحطام في المسار المداري الفرعي فيدور القاذف حول الأرض يقع مجددا على كوكب الأرض وينتشر في جميع أنحائه حتى في الجانب الآخر ممكان حدوث الارتطام ما يجعل السماء كلها تضيء بشهب متراصة في جميع الأرجاء يمكنك تخيل السماء تتحول من زرقاء صافية كسماء اليوم إلى وهج أحمر وحار يشبه وهج نار الفرن التأثير الأول لهذا الاستضام ناهيكم عن الانفجار الأولي بالقرب من مكان حدوث الارتطام الفعلي هو تحول السماء إلى مصدر كبير للحرارة يشوي كل شيء على الأرض لذا فقد انشوت تلك الديناصورات انشوت وهي حية انشوت وهي حية بينما كانت تتجول الحيوانات الوحيدة التي حظيت بفرصة البقاء هي تلك التي كانت تعيش في أنفاق تحت الأرض أو ربما في الماء لقد تمكنت من البقاء وسيطرت على العالم من دون الحاجة للتعامل مع الديناصورات كعقبة رئيسية هل من المحتمل أن يضرب كويكب آخر حجمه عشرة كيلومترات أو أكثر الأرض؟ خلال حياتك فلنفترض أنك عشت مئة عام وشهدت ارتطام كويكب بحجم عشرة كيلومترات أو حدثا شبيها بحدث انقراض العصر التباشري الباليوجيني الذي يحدث كل مئة مليون سنة أو شيء من هذا القبيل فأن احتمال حدوث ذلك في سنة واحدة يبلغ واحد بالمئة مليون ولكن لأننا نعلم أنه لن يوجد متصادم بحجم عشرة كيلومترات مع مسار يتقاطع مع الأرض في السنوات المئة القادمة فأن احتمال موتك جراء ارتطام كويكب بالأرض منعدمة وقد ساهمت الأبحاث في خفض ذلك لاحتمال من واحد في المليون إلى لا شيء الخبر السار هو أننا لن نشهد حدثا شبيها بحدث انقراض الديناصورات في حياتنا لكن هناك أضعاف من الكويكبات صغيرة الحجم مقابل كل كويكب بحجم عشرة كيلومترات هناك تقريبا ألف كويكب بحجم كيلومتر واحد وهي قادرة على إحداث الكثير من الضرر كويكب بحجم كيلومتر أو كيلومترين قادر على التسبب في أضرار محلية ولكنها هائلة وهذا يعني بدلا من القضاء على العالم كله يمكنه أن يمحو ما يعادل بعض البلدان الأوروبية مثل فرنسا أو ألمانيا وهما اثنان من بلدان المفضلة يمكن محو هذين البلدين جراء اصطدام جسم بحجم كيلومتر أو كيلومترين أن أعرف كل الأجسام التي بين كيلومتر واثنين التي قد تصطدم بكوكبنا؟ لقد تم تحديد نحو 90% منها أو ربما 98% منها ولدينا مداراتها ويمكننا إجراء تنبؤات معقولة للسنوات العشر القادمة حول المكان الذي ستتواجد فيه ويبدو أننا في مأمن منها حاليا ولكن ماذا عن تلك التي يقل حجمها عن كيلومتر واحد؟ ماذا عن تلك التي يبلغ حجمها 800 متر؟ إن ارتطمت بالأرض فستحبث أضرارا ضخمة أيضا وربما هنا يكمن التهديد الأكبر للكويكبات تعد الكويكبات بحجم 100 متر ضخمة بما يكفي لطمص مدينة كبيرة ولكنها أيضا صغيرة لدرجة أننا لم نكتشفها كلها بعد تفوتنا الكثير من الأجسام المتساقطة بحجم 100 متر وهي كبيرة بما يكفي لأحداث أضرار جسيمة في أمريكا اعتمادا على المكان الذي ستسقط فيه قد تدمر مدينة أجل قد تهدم المباني في المدينة وتسبب حريقا على مستوى المدينة وإذا استضمت بالأرض فإنها ستقذف ملفوظات بركانية إلى الغلاف الجوي ستعود وتتساقط كالمطر على الأرض بسرعة كبيرة من شأنها أن تمحو منطقة بقطر 100 كيلو متر حولها هل يمكن أن يحدث هذا غدا؟ هذا ممكن نعم إن رأينا كويكبا كبيرا يتجه نحو الأرض ما هو أفضل خيار يمكن أعني؟ هل يمكننا فعل أي شيء؟ هل يمكننا القيام بشيء؟ لا لا يمكننا القيام بأي شيء كنت في لجنة درست هذا الأمر قبل عشر سنوات ماذا يمكننا أن نفعل؟ أحد الخيارات هو محاولة تفجيره إنه الخيار الأول لكننا لا نعرف ما ستكون نتيجة إن فعلنا ذلك وحتى لو قمنا بتفجيره على السطح أو في السطح فليس واضحا ماذا سينتج عن ذلك لأن ما يحدث عادة هو أنك حين تفجر جسما تتناثر الشضايا وتتوسع ولكن ليس بسرعة كبيرة ثم تعود الجاذبية وتجمعها مجددا حتى تصبح كومة ركام إن لن تكن كذلك وهو أمر محتمل نتيجة ارتطاماتها السابقة لذا فنحن لا نعرف الكثير عن تفجير كومة من الأنقاض الخيار الآخر هو التصرف برفق ووصل صاروخ بالكويكب في محاولة لدفعه عن مساره نقوم بدفعه بعيدا عن مساره بدلا من محاولة تفجيره المشكلة هي أننا حين نقوم بالحسابات نجد أن جميع الصواريخ التي لدينا ليست قوية بما يكفي لدفع الكويكب بعيدا عن مسار الاستضام ويجب أيضا أن نبقي الصواريخ منتصق بالسطح ولا نعرف كيفية القيام بذلك يجب ألا ننسى أنه جسم بقي يدور لعدة قرون لذا من الصعب التأثير على حركته لذلك فلننسى القنابل ولننسى ربط الصواريخ بها يمكننا قشط سطح الكويكب ولنقوم بهذا علينا استخدام أشعة ليزر قوية لكننا لا نملك أشعة ليزر قوية وربما لا يمكن صناعة أشعة ليزر قوية بما يكفي للقيام بذلك من الأرض لذا يجب أن نأخذ الليزر إلى الجسم وهو أمر أكثر صعوبة أما فكرة لف الكويكب برقائق الألومينيوم فهي حل جيد قد يكون هذا حلا جيدا بل الأفضل ربما لكنه لن ينجح لأننا لا نعرف كيف نفعل ذلك لا نملك وسيلة لإطلاق رقائق ألومينيوم كافية لتغليف كويكب وتغيير خصائصه الإشعاعية التي من شأنها أن تحدد مسار الكويكب فلنكن صادقين ليست لدينا وسيلة الآن لحرف كويكب بحجم كيلومتر عن مساره قد يدمر بلدا نعم لا نملك حلا وبحجم عشرة كيلومترات عندما نتحدث عن كويكب بحجم عشرة كيلومترات فالأمر ميئوس منه عندما ناقشنا هذا الأمر كانت لدينا كل هذه الأفكار العظيمة يمكننا فعل هذا وهذا وأي من هذه الأفكار لم تنجح عدنا إلى الفكرة الأساسية إن تمكننا من معرفة المكان أو المدينة التي سيضربها الكويكب فسنستطيع إخلاء تلك المدينة ثم نظرنا إلى تاريخ عمليات إخلاء المدن ونظرنا إلى الحالات التي حدث فيها تحذير قبل أسبوع مثلا من إعصار سيضرب المدينة ولم تنجح عمليات الإخلاء في تلك الحالات أيضا لم تنجح والسبب بسيط للغاية لا تحتوي المدن عادة على الكثير من الطرق السريعة إن كان الملايين من الناس يحاولون الوصول إلى الطريق السريع فإن تعطل سيارة واحدة قد تعيق حركة المرور على الطريق السريع سيحاول الملايين من الناس الخروج من المنطقة المستهدفة على الفور ولن يتمكنوا من ذلك لأن جميع الطرق ستسد على الفور لذا حتى لو كان إخلاء المدينة أفضل خيار يمكننا اللجوء إليه فإن تحقيقه صعب جدا بسبب الأعداد الكبيرة من الأشخاص المعنيين أعتقد أن جميع العقلاء كانوا ليستنتجوا أنه يجب إنجاز الأمر الذي يمكننا القيام به أولا لنبحث عنها لنقم بمسح ولنبني التليسكوبات ولنضع هذا المنظار في الفضاء وستكون تلك مساهمة كبيرة في سبيل فهم التهديد الناجم عن الكويكبات وبعد ذلك عندما نجد جسما معينا يبدو خطيرا يمكننا عندئذ التركيز عليه وأن نسخر كل ما لدينا للتخلص منه ويمكننا أن نبدأ بالتفكير بجدية وبدافع حقيقي حول طرق لتغيير مساره الآن إن كنتم قلقين بشأن انتهاء العالم جراء ارتطام كويكب به سأهدئ مخاوفكم هناك الكثير من الكوارث العالمية المحتملة التي تلخصها خريطة الهلاك هذه التي أعدها صديق دوم من قناة دومين أوف ساينس لمعرفة أي واحد من السيناريوهات الرهيبة قد يتسبب في هلاكنا شاهدوا الفيديو على قناته أصبحت ابنة البكر تعرف كيفية إجراء إعلان أتريدين قولها؟ هذه الحلقة؟ برعاية كيويكو أحسنتي تبتكر كيويكو مشاريع وألعاب رائعة يصنعها الأطفال توفر ثمانية خطوط اشتراك للأطفال من جميع الأعمار وحتى حديثي الولادة ومع اقتراب الأعياد كيويكو هي الهدية المثالية كوالد أعرف أن الأطفال يحصلون على الكثير من الهدايا ويلعبون بها ثم يفقدون اهتمامهم بها لكن لدى كيويكو اشتراك يبقي الأطفال مهتمين وهم يتعلمون ويصنعون على مدار السنة أستخدم صناديقها مع أطفالي وهي ممتعة وتعليمية جدا وأريد أن يرى أطفالي التعلم كشكل من أشكال اللعب تساعدني كيويكو على هذا والأغراض التي تحتاجون إليها تأتي في الصندوق لذا لا تحتاجون الذهاب إلى المتجر بنيت هنا تقويما دائما كتذكير بأن كل يوم يمر يحمل معه فرصة ارتطام كويكو لمشاهدي هذا الفيديو تقدم كيويكو حسما بقيمة 50% على اشتراك الشهر الأول زوروا الرابط كويكو.com slash veritasium50 وسأضع هذا الرابط في صندوق الوصف في الأسفل أشكر كيويكو على رعاية veritasium وأشكركم على المشاهدة